عقدت صباح اليوم اللجنة المنظمة للصالون الدولي للطالب الإفريقي نسختها الأولى مؤتمرا صحفيا بهدف التطرق على المواضيع التي تتصدر جدول أعمال الدورة والتي تنطلق في الثالث والعشرين من فبراير الجاري بقصر الخامس عشر من يناير تفاصيل هذا الخبر للزميل محمد حسن آدم جاء هذا المؤتمر الصحفي بهدف التطرق إلى الموادع التي سيتم مناقشتها وأكذا النتائج والتوصيات التي ستنبثق من أعمال الصالون الدولي للطالب الإفريقي والذي ستنطلق فعالياته في الثالث والعشرين من فبراير الجاري تحت الرعاية السامية لفقامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو رئيس اللجنة المنظمة للصالون ناير أباكر في كلمته بهذه المناسبة أشار بأن هذه البادرة ستفته الفرص أمام الشباب حملة الشهادات والمتمثلة في الالتهاق بالجامعات والمآهد الأولياء بالإضافة إلى فرص العمل مع المؤسسات والشركات الوطنية والأجنبية فضلاً عن الاهتمام بمشاركة الشباب في ذفي عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة السمرع كما سمهت المناسبة للصحفيين بترحي أسئلة واستفسارات تحول الهدف من تنظيم الصالون وما يقدمه من خدمات للشباب الإفريقي رئيس اللجنة المنظمة فيما أرد رده على أسئلة الصحفيين قال إن الصالون سيتم بمشاركة العديد من الخبراء والأساتذة والباحثين لإحياء مؤتمرات وندوات علمية وتقديم استشارات توجيهية تربوية ومهنية لصالح الشباب من حملة الشهادة الثانوية والجامعية في مختلف التخصصات اشتركوا في القناة